مساء الخير انا الدكتور ايهاب محمد ندا استاذ الانف والأذن والحنجرة واستشاري الانف والأذن والحنجرة بمستشفى وادي ميل موضوع من المواضيع الكثيرة اللي بنتسائل فيها ومشهورة جدا عند جمهور المصريين يقولك ان عندي جيوب انفية الحقيقة كلمة جيوب انفية دي كلمة يعني نقول المتهم البريء دايما اي حد بيجيله صداع في منطقة معينة مثلا منطقة هنا او جنب العين او تحت على طول يقولك انا عندي جيوب انفية ويقول ما كلمت صيدلية انا عندي جيوب انفية اخد ايه طبعا اتهام ان الواحد عنده جيوب انفية اتهام كبير جدا لازم عشان نشخصه يعني لازم تزور دكتور الانف والأذن والحنجرة ونفحصه لان فيه حاجات كتيرة جدا بتدي اعراض مشابهة اولهم مشاكل في السنان ممكن يكون فيه غضاريف كبيرة في الانف ممكن تكون حساسية يعني ناس تجي تقولي انا دايما بيجيلي دوار برد على طول وبدأ ادى الى ان انا جالي جيوب انفية هي مش دوار برد ومش جيوب انفية هي مجرد عبارة عن حساسية ممكن تيجي موسمية مع تغير الفصول في الشهور شهر ثلاثة واربعة وقت الربيع او شهر 11 و 12 دايما واحدة بنقل من حر لبارد او من بارد لحر هي دي اكتر انتهابات الجيوب الانفية زي ما قلنا المتهم البريء في نسبة تتعدى العشرين في المائة بيطلع فعلا في انتهاب في الجيوب الانفية وتمانين في المائة بتطلع مجرد حساسية افرق بين الابنين ازاي؟ الحساسية المريض دايما بيلاقي مناخيره سايبة بيعفز كتير مناخيره بتاكله دايما عايز يعمل الحركة دي بيسموها النيزل سلوت تعظيم سلام الانف الحركة دي وبتيجي دايما في السيزنز اللي احنا قلنا عليها يقولك لما شم روايح نفاذها بيحصل لهذه المشكلة لو قعدت في مكان مثلا قاعد على قهوة ولا حاجة وفي دخان كتير لو عربية طلعت عادم جنبي كل دي بتبقى ماشي اكتر معاه حساسية ما بيبقاش معاها سخونية ما بيبقاش معاها الصداع الشديد صداع بسيط انما مش شديد الانتهابات الجيوب الانفية لازم تبقى موجود معاها نوع من انواعها السخونية ولو بسيط افرازات تكون مش شفافة بقى زي ما قلنا لا تكون لونها اخضر او مسفر وجع ما بيروحش ما بيهدى شوية بالمسكنات مناخير مسدودة دايما لان اصلا اساس التهاب الجيوب الانفية ان يحصل اي مشكلة تسديلي فتحات الجيوب الانفية طبعا يعني فيه تفاصيل كتير انا مش عايز اثقل عليكم بيها انما على طول اي حد يحس ان مناخيره مسدودة او عنده دور بردة او حاجة يلجأ لطبيب الانف و اوزن هنشخص دي حساسية دي غضاريف كبيرة دي حاجة اسمها فازمونتور رينايتس التهاب في الجيوب الانفية او خلافه والعلاج بيختلف رغم من العرض يكاد يكون واحد في الاتليم قريب اول من بعض الا ان العلاج كل حالة من دول بتختلف عن التانية فالنصيحة ان احنا ما نحاولش ان احنا ناخد ادوية لوحدينة المتخصص هيبقى احسن بكتير من الادوية العشوائية الف سلام علي الجميع